هذه أبرز العناوين وزير الداخلية الفتيت ينهي الجدل بخصوص إلغاء الانتخابات عاجل، الشعب المغربي يتلقى صدمة أنباء عن اعتزام الحكومة اتخاذ قرار صارم قريبا، المغرب دولة بيترولية بعد هذه المستجدات الجديدة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وزير الداخلية الفتيت ينهي الجدل بخصوص إلغاء الانتخابات قال وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت إن المملكة انخرطت بإرادة قوية في تحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس راعي الخيار الديمقراطي وحامل مؤسسات التمثيلية الداعي إلى ترخيص مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة وأشار الفتيت في ندوة عقدها لإعلان نتائج الانتخابات الغرف المهنية أن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت اليوم والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة يأتي في سياق عام يتزم بتجند المغرب كسائر أقطار العالم لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19 وما يتطلبه ذلك من تابعة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آتارها وأضاف أنه بالرغم من الإكرارات المرتبطة بتدبير آتار الجائحة فإن المملكة تعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة في رفع التحديات الكبرى حيث أنها تسر بعزم وإرادة قويتين على مواصلة مسيرة بناء توطيض صرح المؤسسات الديمقراطية وهو ما ترجمته اليوم بتنظيم انتخابات مهنية في موعدها العادي وفي ظروف تنظيمية محكمة وكذا التحذير لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الضرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسله وبهذه التصريحات أنهى الفتيتة الجدل بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات المقبلة ومنها الانتخابات البرلمانية والجماعية بالنظر للوضعية الوبائية وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا عاجل الشعب المغربي يتلقى صدمة أنباء عن اعتزام الحكومة اتخاذ قرار صارم أوردت مصادر إعلامي أنه من المتوقع أن يطرأ تغيير جديد في توقيت الإغلاق الليلي والذي قد يبدأ في الساعة السادسة مساء عوض الساعة التاسعة ليلا وهو ما قد يخلق ردود فعلا جديدة وقوية بحكم الضرر الاقتصادي والنفسي والاجتماعي الذي تتسبب فيه مثل هذه القرارات في الوقت الذي رأى آخرون أن الأمر ضروري ولا بد منه في ذل الارتفاع الصاروخي والكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة بل بعض المستشفيات دخلت في مرحلة خطيرة بفعل كثرة المصابين بفعل الارتفاع الملحوظ في الحالات الحرج بغرفة إنعاش وفق المصادر ذاتها فإن هناك اجتماعات مكتفة تجري على قدم وصاق يشارك فيها عدد من المسؤولين من وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والتجارة من أجل بحث الإجراءات التشديدية التي يمكن أن تقدم عليها الحكومة وكذا تأثيرات السلبية المنتظرة على العجلة الاقتصادية خاصة ونحن في دروة الموسم الصيفي وما يعرفه من رواج يستفيد منه ملايين المواطنين وحسب نفس التسريبات فإنه من المرجح جدا أن يتم توصيع فترة حضر التجول لتنطلق ابتداء من السادسة أو السابعة مساء بدل التاسعة مع إغلاق الشواطع قبلها بساعة أو ساعتين بالإضافة إلى منع التنقل من وإلى مجموعة من المدن الموبوءة لكن لا شيء رسمي لحدود الساعة قريبا المغرب دولة بيترولية بعد هذه المستجدات الجديدة تجددت آمال المغاربة من أجل انضمام المملكة إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع توالي الإعلانات عن اكتشافات حقول للبترول والغاز من قبل إحدى الشركات الدولية المرخصة للتنقيب عن البترول داخل المغرب أو في سواحله وآخر هذه الإعلانات جاءت في بيان شركة أوروبا للنفط والغاز البريطانية التي أعلنت عن اكتشاف أكثر من ملياري بيرميل من احتياطات النفط في حقل إنزقان قبلة سواحل مدينة أقادير الجنوبية على مساحة تزيد من 11 ألف كيلومتر مربع وعزت الشركة في بيان لها احتواء المنطقة على كميات هائلة من النفط إلى وقوعها في خط جيولوجي على طول الساحل الغربي الإفريقي الغني بالغاز والبيترول مؤكدة أن فرص استكشاف النفط في تلك المنطقة غير المعروفة عالية جدا وبحسب خبراء اقتصاديين فإن اكتشاف المغرب لمصادر الطاقة من النفط وغاز سيساعد على كبح فاتورة واردات الطاقة من الخارج وخفض عجل الموازنة من جاته أعلن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بأن الشركة البريطانية أوروبا ويل أندغاز تمتلك رخصة التنقيب بإنزغان قبل تسواحي لمدينة إقادير بشركة مع المكتب وأوضح بلاغ المكتب أن الأشغال الجيولوجية وتفسير المعطيات المتاحة مكنت من تحديد عدة احتمالات اكتشاف تقدر مغاردها المحتملة من قبل الشركة بملياري برميل مسجلا أن الأمر يتعلق بموارد محتملة وليس باحتياطات مؤكدة وضاف المصدر ذاته أن عملية التنقيب ستستمر بأشغال محددة وتكملية لفهم أفضل للنظام البترولي واستهداف أحسن للبنيات التي يتعين حفرها وأشار المكتب إلى أن أوروبا ويل أندغاز أطلقت عملية البحث عن شريك تتقاسم معه التكاليف المتعلقة باستثمارات فترات التنقيب المقبلة مساجلا أن هذا الإجراء الذي تلجأ إليه الشركات من كافة الأحجام إجراء شائع جدا في مجال التنقيب عن النفط وأكد المكتب الوطني للهيدروكوربورات والمعادن أن شركات النفط المدرجة في البورصة مدامة بإصدار إعلانات لإبلاغ المستثمرين والهيئة التنظيمية للبورصة بشأن أنشطتها السعودية تعلن فتح أبواب العمر لمليوني شخص في الشهر الواحد أعلنت وزارة الحج والعمر في السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين ابتداء من شهر محرم إلى مليوني معتمر شهريا بحيث يجري استقبال 60 ألف معتمر يوميا موزعة على 8 فترات تشغيلية وأوضح نائب وزير الحج والعمر السعودي عبد الفتاح مشاط أنه جرى تجهيز مراكز النقل في المحطات ونقاط التجمع حول الحرم المكي وفق إجراءات دقيقة لتطبيق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية التي وضعتها الجهات المختصة ولفت إلى أن عدد الركاب في الحافلة لأن يتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة مع المحافظة على ترك مسافات آمنة داخل الحافلة وتوفير المعاقمات مضيفا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات الخاصة بالدول القادم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة هذه أبرز العناوين وزير الداخلية الفتيت ينهي الجدل بخصوص إلغاء الانتخابات عاجل الشعب المغربي يتلقى صدمة أنباء عن اعتزام الحكومة اتخاذ قرار صارم قريبا المغرب دولة بيترولية بعد هذه المستجدات الجديدة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر